بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس كيمية 2-3 ماكن معلمتكم العنود ناصر اعتبار نرحب أستاذ لغة الإشارة صالح العجان بإذن الله اليوم سيكون درسنا عن البروتينات لنعود الآن لقائمة محتويات الكتاب والفصل الأول والثاني والثالث والرابع نحن الآن وصلنا إلى الفصل الثالث وهو المركبات العضوية الحيوية لأن القناة ما هي الدروس الموجودة في هذا الفصل لاحظ معي البروتينات الكربوهيدرات الليبيدات والأحماض النووي وسيكون بعد ذلك في الميدان المهنة عانى من بيولوجيا الجزئية إذن بسم الله نبدأ هذا الفصل كيمياء الحياة والمركبات العضوية الحيوية لاحظ معي الفكرة العامة لهذا الباب تقوم المركبات العضوية الحيوية وهي البروتينات الكربوهيدرات الليبيدات يقصد فيها الدهون والأحماض النووية بالأنشطة الضرورية للخلايا الحية يوجد لدينا أربع الدروس وهي البروتينات الكربوهيدرات الليبيدات والأحماض النوية سنبدأ في أول درس فيها وهي البروتينات فكرتها الرئيسية تؤدي البروتينات وظائف أساسية تشمل تنظيم التفاعلات الكيميائية الحيوية والدعم البنائي ونقل المواد وتقلصات العضلات إذن من هذه الفكرة تستطيع أن تستشف وتستنتج ما هي وظائف البروتينات إذن لنناقش معنا الفكرة العامة لهذا الباب قلنا تقوم المركبات العضوية الحيوية بالأنشطة الضرورية للخلايا الحية ما هي المركبات العضوية الحيوية؟ هي أربع بروتينات كربوهيدرات الليبيدات والأحماض النووية يقصد بالليبيدات هي الدهون الآن أذكر ما تعرفه عن البروتينات والكربوهيدرات والليبيدات ما هي معلوماتك عن البروتينات عن الكربوهيدرات عن الليبيدات سبق أن أختموها في دروس ومراحل السابقة الآن أنظر لهذه الصورة ماذا يوجد في الصورة؟ أسماك؟ نعم لحوم؟ أحسنتم بيض؟ أحسنتم إذن الآن من الأنواع أو من الأنواع الأغضية التي تعد مصدرا للبروتينات نذكر منها اللحوم، البيض، الأجبان، الفول السوداني والبازلة انظر للصورة الأخرى نلاحظ ماذا يوجد؟ مكارونا أحسنتم وأيضا بطاطس رائع أيضا بعض من الشوفان ما هي هذه؟ منها الكربوهيدرات أحسنتم إذن الكربوهيدرات مثالا على ذلك البطاطس والماكارونا الآن انظر للصورة الأخرى ماذا يوجد؟ نعم زيت زيتون، مكسرات، زيت جوز الهند أحسنتم إذن هذه عبارة عن الأنواع التي تعطينا مصدر للدهون الصحية وهي زيت الزيتون مثالا على ذلك والمكسرات هو أنواع أخرى أيضا موجودة في الصورة الآن انظر لهذه الصورة ونقرأها معا ماذا يوجد؟ قدم أحسنتم ماذا يوجد في داخل هذه الصورة؟ ماذا مكتوب على القدم؟ الآن مكتوب في أول شيء نسيج الضام هنا ما علاقة النسيج الضام في المركبات العضوية؟ ما المقصود بنسيج الضام وما علاقته بالكيمياء؟ أساسا ما علاقته بالكيمياء؟ ألاحظ أحسنتم الأنسج الضام تتكون أساسا من البروتينات والبروتينات هي مركبات عضوية رائعين الآن انظر حددنا ماذا؟ خلايا دهنية فما علاقتها بالمركبات العضوية؟ مما تتكون؟ مما تتكون؟ ما علاقة النسيج الدهني؟ نسيج دهني بالمركبات العضوية؟ تتكون من دهون أحسنتم إذن الخلايا الدهنية تتكون من دهون رائع الآن انظر ماذا يوجد في الأسفل خلايا جلدية رائع ما علاقتها في المركبات العضوية مما تتكون الخلايا الجلدية تتكون أحسنتم رائعين من الأحماض النوية إذن لجسم الإنسان علاقة بالمركبات العضوية الآن انظر الحقائق الكيميائية يعطي جرام واحد من الدهون أكثر من ضعف الطاقة التي تعطيها الكمية نفسها من الكربوهيدرات والبروتينات عيد القراءة مرة أخرى ماذا قال؟ يعطي جرام واحد من الدهون ماذا يعطي؟ أكثر من ضعف الطاقة التي تعطيها من؟ الكربوهيدرات والبروتينات إذن هنا الدهون رقم واحد الليبيدات الفسفورية انظروا للإسم مرة أخرى ليبيدات فسفورية ما هي؟ هي ليبيدات ليبيدات يقصد فيها دهون خاصة إذن هي نوعا خاص من الليبيدات تكون الأغشية الخلوية للخلايا الحية وسنتعرف عليها لاحقا يتكون كروموسوم البشري الواحد من جزء الـ DNA الذي يبلغ طوله 5 سنتيمتر تقريبا إذا قمنا بشدة إذا قمنا بشدة معنى ذلك أنه على شكل ماذا؟ لو لبي أحسنتم رائعين إذن ماذا سنتعلم اليوم؟ سنتعلم تجربة استهلالية كيف نختبر وجود السكريات البسيطة تركيب البروتين والرابط الـ BTD تجربة استهلالية كيف تختبر وجود السكريات البسيطة الأولى الخلفية العلمية تزود العديد من مصادر الغذاء المختلفة الجسم ماذا تزوده؟ بالطاقة فيستعملها الجسم باستمرار رائع تختزن هذه الطاقة أين؟ في روابط جزيئات تسمى السكريات أحسنتم الآن خطوات العمل في كل تجربة لابد أن نقوم بإجراءات السلامة نقرأ نموذج السلامة في المختبر ثم نبدأ بالخطوات املأ كأسا سعتها 400 ملي بالماء إلى ثلثها وضعها على سخان كهربائي وسخنها حتى الغليان إذن كأس ما ومسعته 400 ونقوم بوضعه على السخان ونغلي ثلاثة استخدم مخبارا مدرجا لقياس 5 ملي من محلول الجلوكوز إذن هذه أول مادة تركيزه 10 ملي واسكبه في أنبوب اختبار أربعة أضف ثلاثة ملي من محلول بندكت لابد أن يتوافر محلول بندكت إلى أنبوب الاختبار ويخلط المحلولين مستخدما ساق تحريك لا تحرك بيدك أمدا إنما لابد من ساق تحريك وأضف حجر الغليان إلى أنبوب الاختبار وهي قطع صخرية صغيرة توضع لمنع فوران السائل في أثناء الغليان أيضا محلول بندكت لابد أن نحذر أنه مهيج للعيون والجلد ضع أنبوب الاختبار في الحمام الماء المغلي باستعمال الملقط لابد أن تكون حذر لأنه سيكون ساخن مدة خمس دقائق يدل تغير اللون إلى الأصفر أو البرتقالي على وجود سكر بسيط إذن أعطاك هنا معلومة ماذا سيحدث؟ وجود سكر بسيط سكر بسيط معنى ذلك أن هناك أنواع من السكريات كرر الخطوات السابقة مستعملا محلول النشا 10% ومعلق الجيلاتين 10% وبضع قطرات من معلق العسل في الماء في هذه الصورة ستشاهد ماذا سيحدث من النتاج وسنوضحها الآن إذن صف تغيرات الألوان التي شاهدتها سيحدث تغيير في اللون تغيير في اللون من الأزرق إلى الأصفر في أنبوب الاختبار التي تحتوي على جلوكوز وعسل هذا واحد استعمل محلول الجلوكوز كتجربة ضابطة لم يعد التغيير في لون الأنابيب التي تحتوي على النشا والجيلاتين وهذا رقم 2 صنف الأي الأغذية تحتوي على سكر بسيط سيكون الجواب في الجلوكوز والعسل الآن المركبات العضوية وتقسيم المركبات العضوية قلنا هي أربع واحد البروتينات وسنبدأ فيها اليوم الكربوهايدرات الليبيدات والأحماض النووية إذن سنبدأ هنا اليوم في البروتينات إذن درس البروتينات فكرة الرئيسية في درس البروتينات تؤدي البروتينات وظائف أساسية تشمل وظائف أساسية عندما من خلال الفكرة الرئيسية ستعطيك ما هي وظائف البروتينات واحد تنظيم التفاعلات الكيميائية الحيوية اثنين الدعم البنائي ثلاثة نقل المواد وأربعة تقلصات العضلات الأهداف ستكون تصف تركيب الأحماض الأمينية والبروتينات وتشرح وظيفة البروتينات في الخلاعي نسترجع معلوماتنا في دروسنا السابقة عن البوليمرات وما المقصود بالبوليمر ما هو البوليمر؟ هي مركبات كبيرة تتكون من وحدات متكررة تسمى المنمرات مفرداتنا الجديد اليوم بإذن لا ستكون البروتينات الأحماض الأمينية الرابطة الببتيدية والببتيد أيضا نسترجع معلوماتنا عن تصنيف البوليمرات طرحتها عليكم في الحصص الماضية قلت أنا هناك مبلمرات طبيعية ومبلمرات صناعية من المبلمرات الطبيعية النشا والسيلولوز سنتعرف عليها لاحقا اليوم سيكون من ضمن البوليمرات أو المبلمرات الطبيعية البروتينات في حصص أيضا قادمة سنتحدث عن الأحماض النوي وهي أيضا من ضمن المبلمرات الطبيعية طبعا المبلمرات الصناعية سبق أن أخذناها وهي البلاستيك الألياف الصناعي بنناقش معنا الفكرة الرئيسة أيضا ما المقصود بالوظائف أين توجد البروتينات؟ أين توجد البروتينات؟ أين موقعها؟ الآن أنظر لهذه الصورة سيد ماذا يوجد؟ جمال حسنتم في صورة الأخرى نباتات الآن اقرأ هذه العبارة ثم أجب أين توجد البروتينات؟ اقرأ العبارة تحتوي جميع المخلوقات الحية على البروتينات لاحظ جميع المخلوقات الحية فيها بروتينات ماذا موجود أيضا شعر الإبل إذن هذا واحد اثنين وعضلاته أحسنتم تتكون من بروتينات بنائية إذن في الشعر وفي العضلات كما هو الحال لجذور النباتات وأوراقها إذن في الأعضاء إذن توجد في الشعر في الأظفار في العضلات وفي الأعضاء الآن تفحصوا الصورة وتعرف على المحلول وعلى ماذا يحتوي ما هي هذه الصورة ما هو هذا المحلول محلول عدسات أحسنتم ماذا يحتوي كيف يحافظ محلول العدسات على العدسات أساسا وكيف يحافظ على العيون فما هو هو عبارة عن أنزيم إذن هو محلول تنظيف العدسات اللاصقة ويحتوي على الأنزيم الآن ما هو المقصود بالأنزيم أساسا هل هو كربوهيدرات هل هو بروتينات هل هو أحمال ما هو الأنزيم إذن سنتعرف اليوم أيضا على ما هو الأنزيم تركيب البروتين مما يتركب البروتين انظر لهذه الصورة ما هي هذه الصورة؟ أيضا سنتعرف عليها البروتينات لاحظ أول كلمة مكتوبة هي بوليمرات عضوية إذن هي بوليمرات عضوية تتكون من أحماض أمينية إذن الوحدة الأساسية في البروتينات هي الأحماض الأمينية وهي مرتبة بترتيب معين بترتيب معين لاحظوا الصورة هنا كيف هي مرتبة لاحظوا الألوان والترتيب بعد ذلك في الألوان إذن هنا ترتيب معين وتحديد معين للقواعد المتكونة منها يجب أن يكون البروتين مطويا في تركيب معين ثلاث الأبعاد حتى يعمل بشكل صحيح انتبه لكلمة حتى يعمل بشكل صحيح إذن لم يكن بهذا الشكل فلن يعمل أساسا إذن يجب أن يكون البروتين مطوي أيضا يعطيك هنا تصور كيف سيكون شكل البروتين أيضا الأنزيم من نوع من أنواع البروتينات نوع من البروتينات إذن الأنزيم هذا يجيب على هذا السؤال الذي طرحناه قبل قليل ما هو الأنزيم هو نوع من البروتينات جميع المخلوقات الحية ومنه الإبل والنباتات تتكون من بروتينات إذن تعريف البروتينات هي بوليمرات عضوية تتكون من أحماض الأمنية مرتبطة معا بترتيب معين مثل الأنزيم الآن نحن قلنا أنه تتكون من أحماض أمينية فما المقصود بالأحماض الأمينية الأحماض الأمينية هي جزيئات لنعود الآن إلى البوليمرات البوليمرات قلنا جزيئات كبيرة تتكون من جزيئات أصغر منها هنا البروتينات بوليمرات إذن تتكون من جزيئات صغيرة فما هي هذه الجزيئات الصغيرة؟ هي الأحماض الأمينية إذن هي جزيئات عضوية توجد فيها لاحظ معي مجموعة الأمين مجموعة الكربوكسيل الحمضية إذن مما يتكون تكوين أو تركيب الحمض الأميني لاحظ يتكون من مجموعة كربوكسيل هنا أشرنا لها باللون الأحمر سيدبل بوند أو أو إتش إذن هذا هو الجزء الأول من الحمض الأميني الثاني سلسلة جانبية متغيرة سلسلة جانبية متغيرة R قد تكون هيدروجين قد تكون كربون أو أي سلسلة أو حلقة إذن R هنا متغيرة الجزء الثالث مجموعة أمين إذن توجد مجموعات وظيفية كثيرة ومختلفة في الأحماض الأمينية في المركبات العضوية إذن تعريف الحمض الأميني عبارة عن جزيئات عضوية توجد فيها مجموعة الأمين هنا مجموعة الأمين وتوجد فيها مجموعة الكربوكسيل تحتوي فيها أيضا على R و R هنا تكون متغيرة قد تكون هيدروجين قد تكون ذرات أخرى الآن وضح وحدد أجزاء الحمض الأميني أول جزء ما هو كربوكسيل كيف عرفت أنه كربوكسيل عبارة عن ذرة كربون مرتبطة برابطة ثنائية مع الأكسجين ورابطة أخرى مع أكسجين آخر مرتبط مع الهيدروجين الجزء الثاني سلسلة جانبية ما هي سلسلة جانبية؟ كربون مرتبط بهيدروجين و R وهنا مرتبط بكربون الجزء الثالث مجموعة أمين ما هي مجموعة الأمين؟ عبارة عن نيتروجين مرتبط بذرتين هيدروجين الآن صف الحمض الأميني ما هو الحمض الأميني؟ لاحظ معي مجموعة كربوكسيل سلسلة جانبية متغيرة مجموعة أمين إذن هو عبارة عن ذرة كربون وسطية في الوسط هذا هو موقعها يوجد في كل حمض أميني ذرة كربون مركزية كم محاطة فيه من جهة؟ وما هي هذه الجهات؟ وما تتكون منه؟ تحاط بأربع مجموعات أول مجموعة هي مجموعة الأمين ما المقصود بمجموعة الأميني؟ إنه H2 ممتاز المجموعة الثانية مجموعة كربوكسيل ما المقصود بمجموعة كربوكسيل COOH الذرة الثالثة وهي ذرة الهيدروجين هنا تكون أساسية المتغير فيه هو السلسلة جانبية متغيرة وهي الـ السلسلة الجانبية تتفاوت من ذرة هيدروجين واحدة إلى تركيب معقد ممكن أن يكون ذي حلقتين تفحص الجدول التالي ماذا يوجد لدي؟ يوجد لدي ثمان مركبات من البروتينات الآن حدد الألكانات غير القطبية ومجموعات الهيدروكسيل القطبية ومجموعات الحمضية والقاعدية ومجموعات الكربوكسيل والأمين والحلقات الأروماتية والمجموعات التي تحتوي على الكبريت تنوأ كبير إذن تنوأ كبير الآن انظر حدد الألكانات غير القطبية إذن شاهد ماذا يوجد لدينا ماذا يوجد لدينا الغلاسين، سيرين، أسستين، اللايسين، حمض الغلوتاميك، الغلوتامين، الفالين، وفينيل الأمين لو تركز قبل أن نبدأ بتحديد المطلوب لو تركز على الجزء السفلي في جميع المركبات لاحظ معي وقارن المركبات الثمانية ماذا ستشاهد في الجزء السفلي متشابه أحسنتم موحد إذن هو موحد من الذي تغير لاحظ من الذي تغير لدي لاحظ من الذي تغير لدي انظر تغير لدي R إذن عندما تغير R أعطتني مركبات مختلفة إذن R تكون بدءا من ذرة هيدروجين وحتى مركبات معقدة ننتقل الآن إلى التحديد التحديد اللي لمسكها جزء جزء أولاً الجليسين حيث أن R هي H إذن هنا لدينا غير قطبي الثاني السيرين لاحظ ماذا يوجد فيه يوجد فيه OH إذن هو قطبي لماذا قلنا قطبي للتغير في الكهروسانبه أحسنتم إذن قطبي لوجود السبب لوجود مجموعة الهيدروكسيل إذن السيرين قطبي الجليسين غير قطبي لماذا السيرين قطبي لوجود الOH اللي هو الهيدروكسيل لماذا الجليسين غير قطبي لوجود فقط درة هيدروجين فهنا ما بين الكربون والهيدروجين الكهروسالبية المتقاربة لذلك غير قطبي ننتقل الآن إلى السستين لاحظ ماذا يوجد؟ كبريت أحسنتم إذن يحتوي على كبريت اللايسين ماذا يوجد في اللايسين؟ انظر كيف يكتب هنا لاحظ أن H3 موجب واحد إذن هو ماذا؟ قاعدي أحسنتم إذن هنا قاعدي لماذا قاعدي؟ لوجود مجموعة الأمين أو H2 إذن في المركب الثالث يحتوي على الكبريت المركب الرابع قاعدي لماذا قاعدي؟ لوجود H2 الآن حمض الغلوتاميك من اسمه أساسا حمض من اسمه حمض إذن نقول مباشرة أنه حمضي بالنسبة للغلوتامين ماذا يوجد فيه؟ يوجد فيه H2 إذن ندينا قاعدي إذن قاعدي إذن بالنسبة للحمض الغلوتاميك هنا أيضا حمض آخر وهو حمض الإسبارتك وهو أيضا حمضي لماذا حمضي؟ لوجود مجموعة الكربوكسين إذن حمض الغلوتاميك هو حمضي لوجود مجموعة الكربوكسين بالنسبة للغلوتامين هو قاعدي لوجود مجموعة الأمين وهنا يشبه المركب السرين الذي قبل قليل الآن ننتقل الفالين وفينيل الألمين ماذا يحتوي؟ الفالين لاحظ أنه لا يحتوي على أي مجموعة وظيفية عبارة عن كربون وهيدروجين إذن مباشرة يحتوي على الالكانات بالنسبة للألمين هنا يحتوي على حلقة إذن في الفالين شبيه بالألمين وهو غير قطبي لوجود مجموعة الـ CH3 إذن غير قطبي لوجود مجموعة الألكانات بالنسبة للمركب الثاني هو يوجود فيه مجموعة أو حلقات أروماتية فالحلقة الأروماتية نحن نعرف أن الإلكترونات تكون فيها في حال التنوب لذلك هو غير قطبي وغير مستقر أساسا في ذرة واحدة الآن ما الفاعدة من هذا التنوع للأحماض؟ ما الفاعدة من وجود R كثيرة وتنوع كثير؟ ماذا سيعطيني ذلك؟ سيعطيني سلاسل كثيرة من الأحماض الأمني إذن هذا التنوع للسلاسل الجانبية للأحماض الأمني سيعطيني أساسا عندما تتغير الـ R سيعطيني أيضا تنوع في الخواص الكيميائية تنوع في الخواص الفيزيائية سيساعد البروتينات على أداة وظائف عديدة ومختلفة السؤال الآن هذه هي الأحماض الأمني كيف ترتبط معا؟ ما العلاقة بينهم وما الارتباط بينهم وكيف سيتم؟ الآن انظري لهذه الصورة نعود لها ما هي هذه الروابط؟ وكيف تتم أساسا؟ إذن هذه الرابطة تسمى رابطة بيبتدية رابطة بيبتدية وجود مجموعة الأمين ومجموعة الكربوكسيل يعطيني مكان جدا رائع للارتباط فهو يعطيني مواضع رابط مناسبة لربط الأحماض الأمينية لماذا؟ لأن الحمض الأميني هو نفسه أمين وحمض كربوكسيل وإحنا قلنا أنه بوليمر إذن هو سيتكرر إذن سيتم التكرار في هذه الوحدات وسيتم الارتباط بينهم يستطيع أن يكون حمضان أمينيان أن يتحدان لتكوين أمايد عن طريق تفاعل التكثف وهنا نعود لتفاعلات المركبات العضوية كيف يتم تفاعل التكثف وماذا يتكون منه بعد ذلك؟ أحسنتم يتكون جزء؟ إذن سنشرحه الآن لاحظ معي عندنا الآن حمض أميني وحمض أميني آخر طبعا الارتباط سيكون بين مجموعتين لأنه يبدأ في مجموعة أمين وينتهي بمجموعة كربوكسيل لنفس الطريقة هنا إذن في النهاية لا بد أن يكون هنا تقابل بين مجموعة الكربوكسيل وبين مجموعة الأمين حتى يتم نزع جزء ما منهما إذن كيف سيتم ذلك؟ لا بد أن تتقابل الـ OH الموجودة في الحمض في الكربوكسيل مع الـ H الموجودة في الأمين حتى يتم نزع جزء ما لاحظ أنني سأنزع الأكسوجين الموجودة مع الهيدروجين لكي تقابل النيتروجين الكربون وتتم الرابطة بينهم إذن مجموعة الكربوكسيل لأحد الحمضين الأمينيين تتحد مع مجموعة الأمين في الحمض الثاني لماذا؟ ستكون بعد ذلك مجموعة الأمين الوظيفية فلاحظ هذا هو التحديد الأساسي لمكان الرابط هنا مكان الرابط أصبحت لاحظ لم تعد موجودة لدي الـ OH والـ H لأنها خرجت لك جزء ما فتم الربط بين المركبين والحمضين الأمينيين تسمى هذه الرابطة برابطة بابتدية ونتجلي أيضا جزء ما عن كل رابطة تتم بين حمضين أمينيين بمعنى لو كان لدي أربعة أحماض سيكون هناك جزءين ما وهكذا اشرح كيف تتكون مجموعة الأمايد الوظيفية ستأتي من الكربوكسيل مجموعة الـ OH في الحمض الأميني الأول وتأتي الهيدروجين من مجموعة الأمين في الحمض الثاني بعد ذلك تتكون مجموعة الأمايد الوظيفية إذن الآن لنعرف الرابطة البابتدية عبارة عن ماذا؟ التقاء بين الحمض الكربوكسيلي والأمين واستخراج جزء ما إذن هي عبارة لاحظ معي موقعها أساسا الآن لدي لاحظ R1 إذن هنا جزء R2 إذن جزء وهنا الثالث إذن لديه الآن رابطتين ستتكون بين ثلاثة أحماض أميني لاحظ أنها هنا موقعها بين الكربون والهيدروجين هنا أيضا بين الكربون والهيدروجين ولاحظ حتى يكون هناك توازن مرة تكون الكربونيل في الأعلى ومرة تتم في الأسفل وهكذا حتى يكون المركب بشكل مستقر إذن هنا تسمى الروابط البابتدية إذن تعريفها هي رابطة الأمايد التي تجمع حمضين أمينيين الآن ما هي أنواع البروتينات؟ أنواع البروتينات هي قلنا تتكون من أحماض أمينية مرتبطة بروابط ببتدية إذن الروابط الببتدية تكون بين ببتد عادي وقد تكون بين ثناء ببتد أو عديد الببتد فما الفرق بينهما؟ ببتد وثناء الببتد وعديد الببتد هو عبارة أن السلسلة المكونة من حمضين أمينيين وأكثر مرتبطة بروابط بيبتدية مكونة من حمضين أمينيين أو أكثر إذن نسميه بيبتيد الثناء البيبتيد هو يتكون من حمضين أمينيين لكن هنا البيبتيد إذن هو سلسلة سلسلة عبارة عن اثنين أو أكثر لاحظ هذه الصورة هنا لدينا سلسلة اثنين أو أكثر إذن تأملوا الصورة التالية واكتشف ما هي سنتعرف عليها بإذن الله في الدرس القادم ما هي هذه الصورة لاحظوا الأولى سلسلة أحسنتم الثاني هنا لاحظ شكل مطوي الثالث شكل حلزوني الآن ننظر حلزوني وشكل غير منتظم أيضا الآخر غير منتظم فما هي سنتعرف عليها بإذن الله في الحصة القادمة ننتقل للتقويم أكتب عن يمين كل جملة في العمود A رمز الحرف المناسب لها في العمود B جزء عضوي يحتوي على مجموعة أمين ومجموعة كربوكسيل عبارة عن D وهي حمض أميني سلسلة مكونة من حمضين أمينيين أو أكثر مرتبطين معا بروابط بيبتيدية بروابط بيبتيدية 2 أو أكثر إذن هي عبارة عن بيبتيد العملية التي تشوي تركيب البروتين الثلاث الأبعاد وتمزقه وتتلفه هذا سنتعرف عليه بإذن الله في الحصة القادمة وهو تغير الخواص الطبيعية الأصلية بوليمر عضوي يتكون من أحماض أمينية مرتبطة معا بترتيب معين بوليمر ويتكون من أحماض إذن هو عبارة عن البروتين ورابطة أمامايدية تجمع حمضين أمينيين هي الرابطة البروتين الآن من خلال الجدول الذي درسناه قبل قليل صنف غير القطبي مقابل قطبي غير القطبي مثل الـGlycine الفالين البنيل الألين القطبي هو السيرين الكستالين والغلوتامين والليسين وحمض الـGlutamic أروماتي مقابل ألف ألفاتي الأروماتي توجد في الحلقة وهو الفنيل الألينين والألفاتي جميع المتبقي هو عبارة عن ألفاتي حمضي مقابل قاعدي الحمضي كان ندينا حمضي الـGlutamic والقاعدي هو اللايسي إذن ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا التجربة الاستلالية تعلمنا البروتينات والرابطة البتدي نشاط منزلي وضحك في كتابة الصيغة تركيب الحمض الأميني إلى هنا الطلاب نصل إلى نهاية الدرس للمهذا اليوم شكرا لكم من حسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة